مساء الخير توانس الكل الفيديو هذي حبيتها خمسة دقايق لأشقائنا وجيراننا بالشابة ومحبي هلال الشابة وولاية المهدية والساحل ككل القرار الاعتباتي والقرار المستبد والقرار الظالم اللي تخذ وديع جريء بحل جمعية بأسرها بجمهورها بالنس اللي تخدم فيها بمعطاها ربي هكيكا حكرا صوحا الجمعية قال شنوه قال على ستاتوي فيسبوك ولا على خطر رئيس الجمعية ما هوش عاش بو بوتاتر وإلا طلب أوديت من حقه أول حاجة بشو يطلب أوديت لهنا حبيت ساعة نبدأ الموضوع مش عادتي أني نعمل فيديوهات نحكي فيها على الرياضة ولا جمعيات الرياضية ربما أول فيديو نحكي فيها على الجمعيات الرياضية لأنه الانعكاس الخطير متع القرار هذا اللي تخذه وديع الجريء أنا بش نحكي وعليه توا قاعد يصير في الشابة لخيان لكل تحية لهم وكل المسان دا وكل الدعم لأحباء هلال الشابة ولأهالي الشابة وأهالي المهدية في تحركاتهم المشروعة داير تحركاتهم بالحق ليجال ما همش ظالمين ما همش تتوقع معناها هذه البداية وما زلت تتوقع أكثر أكثر وما زلت نتوقع أكثر وأكثر وأكثر هنا حبيتم قول الساعة في البداية البانديتيزم تنقل من السياسة للرياضة بشكل مفضوح ومكشوف وفاضح كيفاش؟ في السياسة عنا جماعة بانديية في السياسة موجودين لضبط لربط لنيابة عمومية تدخل لقضاء يدخل لرئيس جمهورية يدخل لرئيس حكومة يدخل شفتوهم مسايبين سيد بوغليدا في البرلمان وغيرو كيفاش يحكيوا كيفاش يتكلموا كيفاش يتهموا في زملائهم وكيفاش يسبوا في زملائهم وكيفاش يسبوا في معارضيهم إلى أخيره توهده يتنقل الرياضة الرياضة مش مش ندخل برشة في الديتاي متاع اللاسار بالنسبة للجمعية هيدال الشابة أما القرار اللي تم اتخاذه سكيسور اللي هو قرار جائر وقرار اعتباتي وقرار متع تشفي وقرار متع استبداد وقرار يعني فيه كل السفات الشنيعة علاش؟ لانه توه البلاد تعرفوا توه سمعتا جو فيان دو سفاغلا للمير متاع الشابة فيان دو ديميسيوني ذهو اللي رئيس البلادية متاع الشابة استقال توه سويت للأسار هذاكا وللحل الجمعية إلى أخيره وهذا يجاست نعتبره في اعتقادي جاست نبيل جدا ومشروع كيف كيف معناها تضامن مع أهالي المنطقة متاعه وتضامن مع أهالي الجيهة دونك البلاد مهيش ناقصة مشاكل أكثر من المشاكل اللي هي قاعدة تمر بها توا باش نزيدوها مشاكل أخرى ونزيدوها انفلتات أمنية الأسار لكله هذي يتحمل مسؤوليته وديع الجريء يتحمل مسؤوليته ومش على خطر هو منتخب ولا خطر هو جامعة ما عندهاش بوتاتر لوزارة ما عندهاش سلطة عليها أو الدولة ما عندهاش سلطة عليها مانا يعمل اللي يحب هو يحل جامعية لما يش على باله ما هذك رئيس جامعية ما وش عاجبني تك بجرة قلم نعاقبها بجرة قلم نحلها دونك سي دونان بوغتو كوالا قاعد يصير توا يعني سبيانيات ما عنده حتى معنى وبالعكس باش دخل البلاد في منعرج يختير برش علاش لأنه الانفلتات الأمنية كي ما قلت اللي ينجر عليها راهو حاجات وخيمة جدا وهنا بش نشوفوهم توشفتوا نس كل تونس كاملة تبعت شنو اللي قاعد يصير في في الشابة تحركات شعبية ك حتى معنى لا تنجمش لا تكن تحرك الناس والاحباء متع جامعية ذيك اللي حلتها بجرة قلم أنتي ناس قاعدة معنى ناس تخلص ناس تخدمتها ناس عندها خدمة تخلص فيها شو ما معنى هي كيف تحل جامعيه فمسماعة 451 يخدم معنى في جامعيه هذي دونك دون كالدروها أنتي سياد تكتعمل هيك تحك راسك تحل الجامعيه ما معنى هي من لا تبركلة معنى هي من لا قرارات ومن لا حكمة ومن لا راسانة ومن لا معنى معنى وديع الجريب الحق مش نورمال هنا من حق الجمعية تطلب اوديت من حقها وشني تقولي على استاتوية فيسبوك ياخي من وقتاش امور الدولة ولدتو دار بالفيسبوك على استاتوية فيسبوك تقوم تحل جمعية يا سيدي اعمل حل انتي اوديت عاستاتوية هذاك ولا عاية تخوض الاقوال ولاش بك ترفض انتي اوديت في الجامعة صلب الجامعة والمشكل راه ودي ما نقولها انظيف ولا ما عنده حد شي عمره ما يخاف من اوديت وعمره ما يخاف من الامور القانونية وعمره ما يخاف من الشفافية ومن الترانسبرانس انها توصل للناس وتوصل للناس لطالبتها خاصة دوك هنا خور في خور يعني كما قلت هنا منش معناها مش نحكي تواب منطق مش نحكي منطق جهويات كما يقولوا العديد اما بالحق معناها بين بالواضح كونه تمييز الايجابي انتقل من معناها الميزانيات اللي مرسودة لولايات الساحل من معناها الاهمية لعاملتها الدولة لولايات الساحل بعد 2011 اللي هي حاطتها في اسفل السافرين انتقلت توا للرياضة معناها تصفيت حسابات انتقلت حتى للجمعيات الرياضية وهذا يختير واختير برشة برشة انك تحير النعارات الجهوية لهنا شنو بشي صير توا بعد التحركات هذه تعرفوا الكل اللي احنا قاعدين نمروا بفترة حساسة برشة مع انتشار هالفيروس اللعين متاع الكورونا مع انه السلطة الجهوية توا قاعدة تمنع في التجمهورات وتمنع في التجمعات الكلها معناها وتعمل في ديكوفر في عديد الولايات من ثمانية متعليل الى اخيره للحد من انتشار الفيروس هذي توا نجي وناخذ ونعملوا بجارة قلم نعملوا قرار متاع حل الجمعيات الا هو بشي ترتب عليه تظاهرات وتجمهورات مشروعة وتجمعات مشروعة وربما حتى انفلات وربما حتى خروج معناها على السيطرة لانه فما ناسك المحبين اللي يبدو نعرف برشة ناس اسحابي مثلا يحبوا برشة جمعيات متاحهم تلقاها مهبول بالجمعية متاعه لذلك هو بشي يخرج دفاعا عن الجمعية متاعه انتي تبا بلو رغريتي تبا بلو كنترولي من حقه بشي دافع يا اخويا انتي توحلت له جمعيته فاش تستنى 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 بش يقول لك برافو يسافق لك يقول لك يعطيك صحة ويتفرج عليك ولا يستنى حتى ساعة المحكمة الإدارية معناها تتحرك وشنوه هاذا شنوه هاذا معناها ما راعيتوش حتى الظرف الصعيب والحساس وديليكالة مربي تونس توا يا رسول الله معناها ناس تعاني في فيروس وطبة تعاني وناس قاعدة تمرض بالألاف وناس قاعدة تموت بالألاف وصلنا أكثر من 40 ألف حالة في تونس هذوما الديتكتيب والمعلن عليهم اللي أعلنت عليهم الوزارة مانيتو عنا مئات لاليف نرمال مو في تونس راهي انفكتيب بالكورونا واحنا قاعدين نحدو فيه الفيروس هذي تجي تعمل قرار كين هيك باش تخالي الناس تتجمهر ها وشنوه الغاية منو تخالي الناس تتلم وتتجمهر وتتظاهر وتطالب حقوقها تحتك ببعاظها تمرض ناس كل بالكورونا ترتاح سيادتك مش مجمعية متاهلة للشابة تحب ترتاح من أهالي الش تحب تعديهم من كلهم وتحب ترتاح منها وتحب ترتاح من التونس هذي شنوه اللي بشي نجرع ليه وتوا الأمن هاكم شفتوا اللي ساير في القسرين ديجا درنير ما معناه كيف كيف مأساية كبيرة وكل التضامن مع أهالي القسرين كيف كيف للا صار مؤخرا معناها الأمن باش لاهي لاهي بتعزيزات للقسرين توا بشي تلاهي بتعزيزات للشابة وهكذا دوا ليك وحنا نعاني ونحاربوا في الإرهاب والأمن متاعنا قاعد يحارب في الإرهاب وقاعدين نعانيه في الجريمة المنظمة والبركاجات والإختصابات والهم اللي قاعدين تشوفوا فيه الكل في تلافز يخرج سوادي على الجريمة يأجج الوضع بصراحة معناه هذي تسمى ما عندوش حتى تفسير آخر يتسمى تأجيج للوضع الراهن وحالة احتقان كبرى هو المسؤول الأول عليها لذان نيابة العمومية معلها كانت تستدعى السيد هذي وتحملوا المسؤولية كاملة متاع كل ما سينجر على القرار اللي اخذه هو يعني التجمعات والعدوى متاع الكورونا اللي بش تصير بيك بش يصير في الشابة متاع كورونا توا بعد التجمعات هذيكا كما قلت لا هي مشروعة والناس طالب بحقوقها هذي يتحمل مسؤوليته وديع الجري ما يتحمل مسؤوليته حتى حد آخر هو يتحمل مسؤوليته أي انفلات أي أرواح بشرية أي إصابات سواء في فى صفوف المواطنين ولا فى صفوف الأمنيين ولا فى بالنسبة للمؤسسات العمومية لا يمكن تضر هذي كل يتحمل مسؤوليته وديع الجري ولا أحدى غيره دونك اللي هنا بالحق الدولة مع لا كانت تتحرك مع لا كانت تتحرك شناء على استطاة فيسبوك دخوم تحب الجامعية شنو هاذا ما هذا؟ الخراب هذا الكل اللي قاعد يصير في الشابة وغيره ما يش يتحمل مسؤوليته؟ الدولة باش تحمل مسؤوليته؟ الدولة معنا بش تدخلوا على كهل الدولة انت توا هذا الخسايا اللي ربما قد تنجر على الشي هذائي الشي اللي قاعد يتحرق والناس اللي بالحق قلوبها معناها مليعة ليزي جوعتوهم ليزي هنتلتوهم ليزي معناها اقتعتوهم خبزتهم الناس ليزي بطالة بالملائن معنا أكثر من مليون بطالة عنا في تونس توا ليزي يتكملوا معناها ديت حلولهم حتى النفس اللي قاعدين توا بالحق يبدل شوية في الجو اللي هو الرياضة وكورة القدم وغيرها من الرياضات الأخرى يتكمل طيرونهم القوم تاعوا اقتلوهم وكهو ايه جاهم أهالي الشابة والجمهورة ايه جاهم عملين لهم مقبرة جماعية حلها وقلوا مدفنوا رواحكم وبربي ما تقلقوناش هذا هو شنو المرغوب في را؟ هذا شنو حبوا يوزدوا أبرامان؟ لذا مرة أخرى نجد الدعمي اللامشروط لكل أهالي الشابة وللمتظاهرين اللي قاعدين يطالبوا بحقوقهم ويتظاهروا في إطار القانون نعاود نقولها في إطار القانون ومن حقهم التصعيد ومن حقهم العسيان المدني في إطار القانون أيضا ومن حقهم كل النظالات والتحركات التصعيدية اللي بيش يعملوها حتى ساعة ياخذوا حقهم ويتم التراجع عالنا عن هذا القرار المستبد وهذا القرار الجائر وهذا القرار إلا من شأنه أنه يدمر جهة كاملة بأسرها ويدمر نفسية ناس بالحق معناها ما بقالهم حاجة وأمل كان في الرياضة ما بقالهم يبدلوا فيه الجو بعد الهم اللي خليتونا فيه توا كان الرياضة كامل توا أنت نحيلهم جمعيتهم بتاكورة القدم ووقعت تتفرش من لها قرارات ومن لها دولة ومن لها ناس كلها من لها رئيس الجمهورية يتفرج على هذا الكل رئيس الحكومة يتفرج على هذا الكل وزارة الشباب والرياضة تتفرج على هذا الكل معناها دون أن يحركوا أي ساكن وين واصلين بالبلاد؟ وين واصلين بتونس؟ وين واصلين بيها؟ وين واصلين بيها؟ وكفاء استهدافا للساحل خليني نقول كفاء استهدافا لولايات الساحل يزيك هوا رأوا الساحل يتدمر يجاوا شوفوه الساحل يدخلوا قاملوا تلي Pump in the toss royab شوفوا طرقات متاعه وشوفوا جمعياته شوفوا الهم الليquez Mondi شوفوا الناس اللي جعلون تسير candidلي شوفوا الناس اللي تحت الصفر فاقر مدقع في اريال في الساحل يجاوا شوفوه مذومة الكلام يجاوا شوفوا المعدات وتشهيزات المؤسسة الصحية والمؤسسة التربوية متاع الساحل كاملو ساعته فى الرياضه كاملو حلو جمعيات الساح طاليا لكلان هذاكش غلون معناه بالحق شي يدمر معناه شي يدمر وما يلزم شي تسكت عليه كل الدعم مرة أخرى لأهالي الشابة وباش نقفوا معاكم بالحق معناه احنا ويقفين معاكم ديجا وباش نزيدوا نقفوا معاكم في حربكم على الفساد وعلى الظلم في نفس الوقت وعلى الاستبداد وعلى معناه بالحق على القرارات الجائرة هذه وعلى تصفيت الحسابات وعلى استهدافكم انتم مستهدفين فعلا مستهدفين معناه ما على النيابة العمومية إلا أنت تحركت وما على القضاء إلا أن يتحرك يزي كهو attracts ال 뭐야 تحركت ومشيت وقعدت بتحرككو فشوفون هذا الشابة تحتطاه تعالى على أعين الجميع على مرأة ومسمار الجميع الشابة قعدت تحرك فعلا سويت للقرارات الجائرة متع سيع وديع الجري Moltي وديع الجري ما واستاهلهاش لوديع القريب عن مسؤوليته كاملة للا بشي سير لكله في الشابت وللا بش يسير لكله في المهدية وللا بش يسير كله في الساحةun لأنه بالحق هذا استهداف ممنهج حرب ممنهجة واستهداف واضح للساحل بجمعياته برياطة بسياساته باقتصاديه باجتماعي بلا تحبوا انتم يزي استهداف الساحل فالدينة معناها وسوحليه إذا كان ما تكلموش وإذا كان بالحق معناها كانوا على درجة من الوعي انهم مخرجوشوا وكسروا وفلقوا وحرقوا إلى متاتة وماتوا سايس وحليه ما عاد عندهم على شي خافوا ما عاد عندهم حد شي عندهم كان بش يحافظوا ويدافوا على مكتسباتهم وياخذوا حقهم الدولة هذه اللي قدموا لها الكثير والتوقع ديني قدموا لها الكثير في الفلاحة في الصناعة في التجارة في الثقافة في اللي تحبون تومه معناها إلى متى وين واصلين هذه أنا نقول مرة أخرى ونعاود نأكد اللي هي حرب سياسية ممنهجة وهذا ما يدخل كان في إطار الحرب كما قلت على أطراف معاينة وعلى منظومات معاينة وعلى لوبيات معاينة هم يسميوها لوبيات بوتاتر اللي هي موجودة ومتواجدة في الساحل حاليا كل الدعم لأهلي الشاب كل الدعم لجمعية هدلا الشاب تخبروا على هؤلاء الحكاية هذية ومتاع القرار هذه الذي بل أكثر يتGIнос عنه في الحالات الوديع الجارية حتى يتم التراجعة معناها بيان أنه هو قرار إعتباتي لقراره وقراره متاع التشفي وقراره متاكاكا الا انه الاختر من هذا الذي يركز عليك ديمة اللي كما قلت لا يعدني إما اني نعمل فيديوهات على الرياضة الاختر منه هو التبعات السياسية متاعه وتبعات الأمنية متاعه انفلتات أمنية كبيرة كتابت لتصير في الشابة وقعدة تصير فعلا في الشابة معناها بيش يت cockroزيز وبالتالي بيش ينقص أعوان الأمن من مناطق أخرى معناها بيش توفر الامن في الشاب الى اخيري هذا كل ما شافوش وديع الجري قبل ما يعمل بجرة قلم معناها يحل جمعية البلاد على سيب معناها حل جمعية هكيك على ساتوي فيسبوك ولا خاتر رئيس جمعية تلوب اوديت تعمل هكا تحل جمعية الله الله معناها وين وصلنا بتونس والله من الناس هذه كلها لما تتحاسب دي ما نقول عاجلا ام اجلا الحساب قادم ما عندهم وين هاربين من الحساب وهنا قاعدين والتاريخ قاعد يسجل وللحديث بقية وان شاء الله سهرة طيبة وان شاء الله كيف يكون قريب العاجل وتهدى الامور في الشابة وكل الدعم وتحياتنا الاهالي الشابة والاحباء جمعية هلال الشابة